موسيقى على نحوٍ كهذا يصطف اللاعبون في المستديرات تحيةً لعلم بلادهم التي يمثلونها في البطولات يرددون النشيد الوطني بثقةٍ ومحبةٍ كبيرتين يسعون بكل ما أوتوا من صلابةٍ وتكتيكات لتحقيق الأهداف والألقاب أشهر هذه الأناشيد هو النشيد الألماني أغنيةٌ لحنها الموسيقار النمساوي جوزيف هايدن عام 1797 ثم وضعت الكلمات على يد الشاعر هوفمان فون فالر سيليبن عام 1841 تحصلت الأغنية على صفة النشيد الوطني عام 1922 أي في سنوات ما بعد خروج الألمان من الحرب العالمية الأولى نشيدٌ يقدم مجموعةً من المبادئ السامية من خلال الدعوة للوحدة والعدل والحرية في أعقاب الحرب العالمية الثانية أجريت بعض التعديلات عليه لأغراضٍ سياسية تغيرت عبارة ألمانيا فوق الجميع التي وضعت في عهد النظام النازي لأدولف هتلر أما المقطع الثالث الذي كان يخص ألمانيا الغربية فقط فقد تم تعميمه على ألمانيا الموحدة عقب انهيار جدار برلين والوحدة التي تمت في عام 1990 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر